سيادة رئيس قال في هذا اللقاء مع الإعلاميين والمسؤولين ورجال الدين كلام في منتهى الإنمية عن المشاكل اللي بتعاني منها مصر وصلت لضروتها هذه الأيام في أزمة الدولار وبالتبعية في الأسعار في غدمات كتير وسلع كتير سواء حتى سلع احنا بننتجها هنا أو بنزرحها هنا أو السلع المستردى من الخارج كان فيه تصراحات مهمة جدا لسيادة رئيس قال لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر ما يهمنيش أي حاجة تانية يعني الرئيس قال إن المشكلة الأساسية اللي بتعاني منها مصر فعديد من الأزمات اللي احنا الفترة الأخيرة زي بقوله حضراتكم بنعاني منها السبب الرئيسي فيها هو الدولار عشان كده لو حلينا هذه الأزمة بحسب تعبير سيادة الرئيس هيبقى خلاص يعني بنسبة كبيرة هنقدر نتعامل مع أي إشكالية تانية وده كلام فعلا في منتهى الأهمية وقال إن الأزمة دي إيجابياتها حاجة واحدة بس فرض الحل علينا لأننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي حل مسألة الدولار بشكل نهائي حسب تعبير سيادة الرئيس هو موضح بعد كده كيف يتم هذا الحل اللي احنا مفروض إن احنا عارفينه بس الرئيس برضو بيوضح في هذا النقاش وفي هذا اللقاء إننا نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر لمعدلات تخلي حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سالس ويكفي للإنفاق على الاستراض أكتر حاجة عندنا بتبلع الدولار وبتستهلك الدولار الاستراض لسلع كتير قوي طب أنا لو قللت حجم السلع المستوردة وبقى عندي تصنيع أساسي للعديد من السلع أو نسبة المكون المحلي للعديد من الحاجات اللي بتصنع داخل مصر في كل القطاعات بقت عالية فبالتالي مش هستورد حتى مكون غير إن أنا بستورد بضاعة كاملة أو بستورد منتج كامل فدي هتقلل الاحتياج على الدولار قال الرئيس كمان إن عدد السكان شاهد زيادة بنحو 26 مليون نسمة منذ 2011 يعني بنتكلم في 13 سنة إحنا زدنا 26 مليون رقم مهول جداً ده يعني في دول عددها ما بيوصلش لكده أضاف الرئيس إن الزيادة السكنية تؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية وتابع الرئيس يجب حل أزمة نقص الدولار بشكل نهائي ونحن نستهدف زيادة الصدرات إلى 100 مليار دولار وعلق على أزمة الكهرباء وقال لما بتكلم على الأزمة اللي موجودة عندنا مش فكرة توصيفها ولكن فكرة حلها بما يتصق مع طبيعة ظروفنا وطبعاً لما هنستعرض الأخبار بتاعة النهاردة الكلمة اللي قالها الصبح الرئيس استطرد في موضوع أزمة الكهرباء دي كتير وقال فيها كلام مهم جداً اللي احنا كنا محتاجين نسمعه وتفتكروا حضراتكم وإحنا وإحنا بنتكلم عن هذا الموضوع ومعيد قطع قربة كنا بناشد للحكومة من فضلكم وضحوا للناس ليه بيحصل القطع وضحوا للناس ليه الأزمة دي مستمرة رغم أن احنا في الشد الرئيس نهاردة وضح واتكلم وستطرد هناخده ده في الأخبار معنا وأضاف أنت النهاردة عاوز تقول أنه كان ممكن قوي نتحمل الظروف كانت موجودة اللي كانت موجودة يعني المصريين كان ممكن يتحملوا عمليات إرهابية ضد الدولة عشان ما نصرفش وقال إن احنا صرفنا على هذه العمليات 120 مليار جنيه طبعاً الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والأجهزة التي تتعامل مع كل هذه العمليات من الناحية الأمنية في الداخل والخارج مش جيش وشرطة وأجهزة استخباراتية وأجهزة أمن دولة والكلام ده كله وتابع قلت قبل كده دولة زي مصري تحتاج أرقام كبيرة للإنفاق عليها طبعاً أكد الكلام ده في أكتر من مرة والأرقام دي مش موجودة وقصدنا مصار من اثنين يعني نفضل نضحي لحد ما نصل الأرقام ترضينا وتكفينا كلنا تعمل التوازن للأشارة إيدي سيادة الرئيس يا إما مش هنستحمل ونبقى تسببنا في خاربها كلنا وبقول الكلام ده للمفكر والمثقف والإعلامي والأي مسؤول في الدولة إذن هي مسؤولية مشتركة بين الجميع